السلام عليكم ماكم تماني الفيرداوس وزير التقافة والشباب والرياضة هذا الفيديو باش نقدم لكم المشاريع اللي غدي تقوم بها الوزارة في 2021 أولا بنت ندب هاد الفنان الشاب اسمته أيمان ترفوس من طانجة هو اللي يفاز بالمباراة اللي دارت على الوزارة في الحجر الصحي وهو نموداج اللي كيوريكم بأنه كان واحدة الالتقائية ما بين الرياضة والشباب والثقافة والفن وهذا الفن هاد المواهب اللي كيخصنا نترفو بها ونشجعوها وهذا مثال على أن البيغيمات هذه الوزارة فيه واحد فيه منطق وهذا المنطق كيبان أيضا مني كنشوفوه البطولار البطولار كمعارفين هي أول معرض اللي تقافي في المغرب هو سبكتاكيل فيفان اللي كيجمع الملايين دي الناس من فنون الأداء والاستعراض وفيه أيضا واحد الجانب اللي كيتتعلق بقطع الاتصال وتمعارفين بأن الرياضية تيفي عندها أكثر من 350 مباراة باللايف وكتساهم هذه القناة كتساهم في التمويل دي الفيدراليات والجامعة الرياضية أساسا كرة القدم بأكثر من 100 مليون درهم في العام وكتشوفو أيضا كين جانب دي البنية التحتية مع الأسونارجيش إذن هذا النموذج المطولة كوريكم بأن البيغيمات والمهام دي الوزارة فيها واحد منطق عام ودي الالتقائية هذا الشيء يجبني لهذه الدفينيسيون للتقافة اللي هي الشيء اللي كيساعد ببناء العلاقات الاجتماعية التماسك وتوليد دي الإبداع وكتشوفو بأن قاع القطاعات اللي منضوية تحتها لهذه الوزارة أمانية بهذه الدفينيسيون أش كتقول العلوم الاقتصادية في هذا المجال كتقول بأن تراكم دي الرأسمال التقافي دي الأفراد كيعطينا كيحدد تكاليف دي المعاملات الاقتصادية والتكاليف دي الحل دي المشاكل المعلوماتية وهذا الشيء كيلح بأن كان ارتباب مباشر ما بين القطاع التقافي والتماسك اللي كينتج منه والإقلاع الاقتصادي والتكنولوجي وكينين مع علماء اقتصادين آخرين كيقولوا بأن الرأسمال البشري ماشي هو غير العدد دي السنوات اللي كيدوز على الفرد في المدرسة ولكن أيضا كان المعطا دي الوجود دي الفئة إبداعية أي العدد دي الفنانين وهنا كنعني الفنانين في الرياضة والفي التقافة والفنو هذا الشيء اللي كي يجي مني المحاور الرئيسية لها المشاريع اللي هتكون في 2021 أولا الصمود أنا كانت اللجنة اليقادة الاقتصادية هذا الصبح وقمنا بالتوقيع دي الأربع دي العقود برامج اللي كتعلق بالصناعات التقافية والإبداعية اللي كتعلق بدور الحضانة الخاصة القاعدة الرياضية الخاصة والصحفة المكتوبة وقاء هذه الإجراءات غادي تمكننا باش نسهلوه على المقاولات اللي تخيزوا فيديالهم وأيضا باش نسهلو الأمور على الموظفين ديالها الأول إجراء هو التمديد للفترة تصداد ضمن أكسجين الثاني حاجة التأجيل ديال تصداد الاشتراكات ديال السيان اساس التأجيل ديال سداد استحقاقات قروض البنكية وليزينج أيضا غا تكون تعويضات شهرية للموظفين ديال هاي الشركات اللي كيكونوا في وقفوا العمل والشركات الليمنية هي شركات اللي ينخافض رقم معاملات ديالها بكتر من خمسين في المئة أيضا الإليجيبليتات ديال هالشركات ضمن غولانس وغولانس تي بيو ديال السي سي جي وأيضا الإعفاء الضريبي عن الدخل اللي غادي يكمل الدخل ديال هاد الموظفين فيما يخص عقد برنامج اللي كتعلق بصناعات ثقافية أولا طبقا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غادي نقوم بالخلق واحدة المنصة رقمية اللي غادي يعني التورات الغير المادي العروض الحية والميراجانات أيضا غادي نضمون ان شاء الله مسبقات القراءة للأطفال لقل من 18 سنة وغادي نشؤوا وحدة دي المساعدة دي المقاولين التقافيين وخاصة الشباب منهم اللي يبغاوا يشاركوا في البرنامج انطلاقا اللي كان في وزارة المالية الاقتصاد المالية وأيضا يكون دعم للخدمات دي التوزيع للألبومات الموسيقية اللي مجمعين من السات مثلا سبوتيفاي او ديزر وكش غادي مكننا باش نشجعوا التصدير دي الموسيقى ديالنا من بين التوصيات ديال الانضيستري كولترالي كانوا في 2019 ولي كانت وزارة التقافى شريك أساسي فيه من بين التوصيات كان إعادة تأهيل النموداج الاقتصادي القياسي الأيكونومتري الميزة نيفو ستاتيستيك ديال هاد القطاع التقافي اللي طرقات هذي بعد السمانات غادي يكون لابيل دور لو يخته ديبلي في 18 فبراير وايضا هاد النموذج غادي ممكن باش نصيغو واحد الاقتراحات باش ندرو واحد اطار تشريعي وتنظيمي خاص بالمقاولات التقافية وهذا مطلب لكان قديم ديال القطاع ودبرا غادي مدون نشتغلو فيه كينا ايضا اقتراحات اللي غادي جي على المصير ديال المديرية ديال توراة التقافي كيفاش ندرو باش نعزو الامكانيات ديالها واش نشيو السيناريو ديال تكون وكالا او نعزوها في الشكل ديالها الحالي وايضا فيما يتعلقو بالصندق الوطني للعمل التقافي تطوير والتسويق تتورج التسويق والاتصال وجمل الاموال ديال هاد الصندوق وايضا الدراسة غادي تنكب على الامكانيات ديال التحويل الرقمي مثلا تشغل البيانيات مع الجهات الفاعلة والمانية والتحقيق الدخل للمونيتزاسون الى آخره من اللي تكلمنا على المباراة ديال القراءة للأطفال نعنا واحد الدراسة ديالبيزا اللي كتوري بأن أكثر من 44% ديالأطفال المغاربة كيعيشوا في منازل لما فيهاش لما فيهاش عشرة للكتوبة وهذا مشكل حيث 70% أو أكثر من الساكنة المغربية كتاخد كتولج المعرفة والثقافة عبر وسائل الإعلام السماعية البصرية وخاصة الانترنت هادشي اللي كيجعلنا بغينا نتمو هاد المسابقة باش أولا نوزعو باش الناس اللي غادي الأطفال اللي غادي غادي يغادي يفوزوا بهاد المسابقة يتكونوا عندهم ديكوفر للكتور باش ندخلو هاد الكتوبة عندهم في الدار ويكونوا باش بغضوا الكتور ويكونوا مباراة لتشجعو ملا التقافة دي القراءة وهاد التقافة دي القراءة رهي اللي غادي نلقاوها ان شاء الله مني يكبرو هاد الشباب باش يقول لي وقراء دي الصحفة المكتوبة فيما يخص ايضا الصمود لحظنا بان كين تفاوتات كبيرة جدا جهويا بين في الوصول وهنا الوزارة غدا تعطي في 2021 الأولويات للأجهزة المحمولة بالخصوص في العالم القراوي ومن يكو نقول أجهزة محمولة كندرسو الميكانيات باش نخلقوا دور الشباب متنقيلة اللي غادي تمشي لهذا العالم القراوي وشبه قراوي وهنا كانت واحد التوصية دي المجلس الاقتصادي والاجتماع والبيئي في 2012 انت اللي وصات على البيوس بيبليوتك اي وسائل متنقلة دي المكتابات مكتابات متنقلة نعم حاولوا نمشي في الاتجاه وكن ما يكونوش غير مكتابات يكونو دور الشباب وفيهم واحد العدد دي الازاركتي فيما يخص ايضا الصمود امام ازمة الصوت الشعب انا كنتشوفوا بيان عدي دراسة دي 2016 دي الوزارات المالية كتوريب انها في 2016 المبلغ اللي كتنفقو الدولة لمساعدة كل شاب مغربي على الولوج إلى سوق الشغل مكانش كي تعدى عشرين درهم لكل شخص وهنا بريط نوه بال الاجراء اللي جاء في هاد قانون المالية 2021 اللي قام باعفاء من ضريبة الدخل لمدة اكثر من 24 شهر كان 36 شهر على رواتيب المدفوعة للشباب تحت 35 عام عند التوظيف لأول مرة وكان ان شاء الله هذا الاجراء غادي ساعد الفئة الشابة باش تصمد أمام هاد الازمة الاقتصادية اللي بدأت في 2020 وما زال غا تستمر في 2021 وبالنسبة لهاد التحولات اللي غا توقع في سوق صغل ميكانيكيا بفعل التحولات الديمغرافية إلى آخره ميكانيكيا واحد العداد للشباب نساء شابات اللي غادي يدخلوا لسوق الشغل ويعودوا رجال الكبار السن اللي يمكن غا تكون عندهم أقل مستوى دي التكوين وهدي فرصة اللي ما خسناش نفوتوها إن شاء الله نفوتوها بما نتكلم عن التشجيع الولوج للنساء للسوق الشغل كان أيضا التشجيع الولوج للنساء إلى كرة القدم والوزارة هذا العام وقعت واحد الشراكة مع جامعة الملكية المغربية لكرة القدم لنشجع هذه كرة القدم النسوية وغادي تكون فيها 100 مليون درهم من الوزارة كل عام في هذا الغرض لكي نرجع الارتباط بين الولوج إلى سوق الشغل ودور الحضانة كان واحد الارتباط مباشر بين الوفرة لدور الحضانة البنصة للدور الحضانة والولوج للنساء لسوق الشغل هذا ما جعلنا أولا نسمي وعقد برنامج مع جمعية المغربية لدور الحضانة الخاصة ولكن أيضا كان نسيج دور الحضانة لتابع الوزارة كان من 15 ألف بلاس فيها واليوم الوزارة مكبع لدراسة التي ستمكن ها لكي ندر المشروع البي في الميدان دور الحضانة أي أن نجند تمويلات القطاع الخاص لكي نخلق هذه المناسب لدور الحضانة التي ستكون بالمجان هذا يمكن أن يكون أول بي 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 سوسيال إلى توفق نبدأ في الدراسة لكي نقدم هذه المشروع إن شاء الله فيما يخص الرقمنا هنا التجربة للحجر الصحي وراتب أن الرقمنا هي الحل لكي نصند أمام هذه الأزمات أولا نخلط وزارة الشباب والرياضة في المشروع في شركة النشئة للدولة وكالة تنمية الرقمية وشاركنا لكي نخلط الموظفين في هذه الوزارة في هذه العملية والحمد لله توفقنا حيث السيد ياسين ممد ليربح فاز بهذه المباراة والمشروع هو التطور لإنتاج المحتوى السماعي البصري للشبكة الاجتماعية من خلال دور الشباب لكي نشاء الله نظن أن هذا البرنامج سيمكننا لكي نعز التقافة للابتكار ونجند الدكاء الاجتماعي الدكاء الجماعي الموظفي الوزارة ثاني حاجة من لكي درت وزارة المالية واحد الدراسة التي تتعلق بالصعوبات التي كانت عندها في الفترة للحجر الصحي وهذه الدراسة بينات بأن ثاني سبب الصعوبة للطريق الخفاي كانت عدم توفر على الحواسيب المتنقلة إذن سنحاول نجهز الموظفين في القطاع في الزوان التقطاب وأيضا أن المشروع PEMO التدبير المشاريع القطاع بصفة أفقية إن شاء الله سننفهم إليه في 2021 عقلت في 26 غوش 2019 قدمت واحد ل المشاركة المواطنين في المواقع الاجتماعية لنسألهم ما هو المشاريع التي تريدون في القطاع الرياضي وكان الهاشتاك الفكرة الرياضية جاءتنا 168 اقتراحات ودرسنا هذه اقتراحات وتم الانتقاء اقتراح مصطفى راشد الذي كان هناك الذي اقترح بأننا نخلق منصة رقمية التي تربط ما بين الوزارة والجامعات او الفيدراليات الرياضية والجامعات الرياضية هذا المشروع درسناه وقدمناه امام الممولين او اللي يغضفون وتم الانتقاء من طرف منظمة الجائزة اللي هي التعاون الالماني وحنا ساعدين جدا ان المشروع تم الانتقاء وان شاء الله سنخدم مفاعل باش يستفد من المواكبة الجائزات ومن التمويل ايضا في 2021 خاصة ان جامعة الرياضية كانت عندها واحد الاعداد الايجابيات كان صعوبات ولكن ايضا ايجابيات هنا كنتشوفوا الجامعة الرياضية الكرة اليد لتأهل الشمبيونات المنط في مصر كان ايضا الفوز بركان باللاكو و التأهيل من المنط الوطني في الفيتسال وانا من الايجابيات الـ 2020 كان ايضا الجامعة العام الجامعة الباسكات التي خرجت من تقريبا كثير من عامين الجمود والبلوكاج والحمد لله خرجنا منها البلوكاج الوزارة أبقات 164 مليون درهم في صالح 33 فيدرالية خارج الكرة القادم الاتليتيزم الجولف والسباوركاستر والشي يريد أن هذه المنط سيكون لديها دور مهم لأن العقل العلاقات بيننا وبين الجامعة فيما يخص قطاع التقافة سنخلق واحد تبيق هاتف المحمول الذي سيكون فيه الرقم المسلسل والمساطير بطاقة الفنان وأيضا المساطير دعم المشاريع الفنية الإزارة للكتاب ودعم المشاريع الجمعية التقافية أيضا التدبير التذاكير والحجز المواقع التراث الوطنية ومراقبة الوصول في المواقع التراث الوطنية لتغني كالابي الوطنية لتعلم الموارد المالية التي تأتي منهم ومراقبة عبر الفيديو هذا النظام كامل كان واحد دراسة ثانية لبدأ نظام معلوماتي جغرافي التوراة لتعلم المستعمل هذا التطبيق لكي يعرف فينا هو جيولولوكاليزا ومراقبة ومراقبة لماذا نعطي هذه الأهمية القصوى للتوراة حيث 99% الموارد المالية السياسة التقافية في المغرب تأتي من هذه التذاكير التي نبيعها في هذه المواقع التوراة إذن كان واحد المشروع لكي نتمن هذه المواقع للتوراة الوطنية لكي نعز وننمي الموارد المالية التي تجد منها عبر استخدام الواقع المعزز أو في الفرنسية لغياليتي أوغماطي أي أن كل سائح أو مواطن الذي يمشي الولي أو سيد عبد الرحمن أو إليكسوس أحد العرش يمكن له يشوف بالتليفون له واحد لكوش ديجيتال رقمية التي ستكمل لها ما يرى مثلا إذا كان يرى الأطلال الوالي عبر الهاتف ستبين لها هذه البنيات كما كانت قبل أطلال ونفس الشيء في سيد عبد الرحمن لكي نفسره قليلا لأبحث الأركيولوجيا وفينا هذا إن شاء الله وآخر المشروع التي أريد أن نقدم لكم هو أن بفضل تطورات التكنولوجيا والرقمية كان واحد الاتقائية الاتقاء ما بين القطاعات السينما والقطاع السماعي البصري والقطاع لإنتاج ألعاب الفيديو وقد نظن وقد نظن هذه فرصة لكي نعز هذا القطاع السينما ونخلقه إذن الوزراء ستقوم بوحد دراسة لكي نخلقه لكي نخلقه لكي نصدر لكي نصدر لكي نصدر لكي نصدر لكي نصدر لكي نصدر السماعي البصري لكي نتطور قطاع السينما قطاع السماعي البصري والألعاب للفيديو وبعد المناسبة سوف نشير إلى أن في دجمبر 2020 تخلقت الفيدرالية المغربية الفيدرالية للألعاب الإلكترونية أو الإي سبورت الإلكترونيك سبورت اللي كان واحد طالب للشباب المغاربة من هذه واحد المدة إذن هذا نختم هذا الفيديو ونشكركم أن نساة والله يعودكم